في حقق صد هتكلم عن واحد من المطروض هتكلم عن المطروض النهاردة في حقق صد لأنه المطروض قال على مستر كولر أنه هو مفلس في تخيل لكن ما يجي ما نيجي طيب خلينا نتكلم عن فقرتنا الرئيسية وفقرة حقق صد عندي مجموعة من النقاط المهمة زي ما قلت لحضراتكم الهجاس والمطروض والغير صادق هذه الأسماء لما بقولها حضراتكم عارفين هو مين سواء دا أو دا أو دا ولكن في حاجات جديدة هضفها أو في لقب جديد هيتم إضافته على المجموعة دي برضو بالمناسبة مش على مجموعة تاني كل مرة كده بلاقي زميلي في الإعداد هتطللي على هذه المجموعة اسم هبيدة القنوات الفضائية الرياضية أو البرامج الرياضية أنا بصراحة مش عارف إزاي ناس دي بتطلع تتكلم مع الجماهير ويقولوا مثل هذه الأفكار للرأي العام لأنه حرفياً بيكون هناك تضليل بكلام عبثي وليس له أي منطق والكلام اللي بيتقال ليس له صلة بالواقع هم عايزين يعيشوا في عالم افتراضي أو ممكن بالمناسبة نستبدلهم بشخصيات الذكاء الاصطناعي والله العظيم تلاتة الشخصيات الذكاء الاصطناعي هيقولوا كلام أفضل من اللي هما بيقولوه واحد طالع في برنامج بيألف والله بيألف وبتكلم عن قصة حسين الشحات ومحمد الشيبي لعب بيرمتز بيقولي بقى والله هذا الكلام بيقوله وهو ما تفهمش هو عايز يخنع بين ناس ازاي مش عارف بيقول انه الشيبي لم يخطئ باتجاهه إلى القضاء المدن ويبرر الكلام ده لضيوفه اللي قاعدين بايه طيب يقوله ايه يقوله يعني المزيع بيبرر للناس اللي قاعدين يقولهم ايه يقولهم افردوا لعيب ضرب لعيب بمطوى والله العظيم هذا هو مستوى الكلام انا بتكلم بجد مش بيهزر يقوله لعيب طيب افردوا بقى لعيب ضرب لعيب بمطوى في الحالة دي نعمل ايه ماينفعش يروح للقضاء المدني مطوى ايه ايه يا جماعة الكلام ده هو ايه اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده احنا بنلعب كرة قدم وما لعب كرة قدم مطوى ايه المطوى دي في اماكن تانية في اماكن اخرى وبعدين حيشيل مطوى في ايه في الشرط يعني فين ازاي ايه بتقول ايه سيبك من كل ده احنا على مدار تاريخنا وتاريخك وتاريخ كل الناس منذ ان بدأت كرة القدم وحتى الان عمرك شوفت حد ده لعيب درب لعيب بمطوى في الملعب ايه الخيال ده انت عايز توصل الناس ايه انتو متقصرين بحب دوموتا والافلام اللي بتقعدوا تفرجوا عليها او المسلسلات اللي كلنا يعني في حاجات مسلسلات بنتفرج عليها بناخد منها الكويس ولو فيها حاجة هي رسالة لكن انتصل يقول لك يا سلو افردت نال لعيبة ده واحد دخل لواحد وضرب واحد بمطو والله العظيم تلاتة يا جماعة هذا الكلام قيل في احد البرامج الرياضية حتى ضيوف يعني يفكروا بيهزر اللهم لا بتكلم بجد تخيل ان احنا بنصل ان احنا بنفترض حاجة ما حصلتش ولا عمرها حتحصل ولا حتى في الاوهام ولا في الخيالات ولكن هي بتتعمل لمجرد ان موقفش يعني الاثبات ان موقف الشي بيصح باللجوء الى المحاكم القضائية هو فيه كده يا جماعة في الدنيا يا جماعة لو انا يعني فيه ناس لو ما بتشتغلش في القنوات الفئوية عندما تكون خارج القنوات الفئوية يجب ان تكون محايد حيد انتمائك لكن طالما انت بتتكلم في الاعلام مش في قناة فئوية في قناة عامة حتى لو كنت اهلاوي او غير الاهلاوية يجب ان يكون حتى كلامك منطقي تستطيع ان تدافع ولكن بكلام منطقي يعني من الممكن ان احنا نفترض حاجات ممكن تحصل في الواقع لكن حاجات غريبة كده مطوى ادخال بقى حدا كده العنوان وحطونا العنوان ده على السوشال ميديا يا شباب هبيدة القنوات الفضائية ده الموقف التاني الموقف التاني من هبيدة القنوات الفضائية يقولك ايه اصلي كولر مفلس فنيا الله العظيم كل الارقام اللي حققها كولر والبطولات اللي طوج بيها مع النادي الاهلي وهو شايفه مفلس هو شايفه مفلس يمكن عشان هو مطروض فهو شايفه مفلس لانه بصراحة الافلاسة الاعلامي اكبر بكتير جدا جدا ان احنا تصل بينا يعني الواحد ممكن يعمل ايه لو انا عايزة بيين ان كولر ده مدرب اي كلام انا هقولك يا نجم على نجم ايه انا اسف هقولك يا مطروض على حاجة تعملوها وبتكلم بجد وساعتها مش هنقدر نتكلم لان دي حاجة فنية معرفش هنعرف نوصل لحاجة فنية ولا لا لو انا عايزة اقول ان الموديل الفني ده ما عندوش فكرة هجيب موقف جوه الملعب لو انا يعني جوه الملعب يبين ان الموديل الفني ده ما عندوش فكرة عشان الناس ممكن 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 تقول والله الكلام ده واقعي كلام منطقي نقدر نتناقش فيه ولكن هتقول لي مفلس بدون ابدأ اي اسباب طيب حاود اضحك عليك وقولك ان المطروض يجب ان يكون مفلس هو كمان مفلس اعلاميا وتحليليا يعني يعني انا حتى الضيف اللي كان قاعد معاه الناحة التانية الراجل بيتكلم استغرب وقال له طب انت شكلك بتتفرج على التلفزيون من ظهره قال له ببقى تتفرج على التلفزيون من قدام مش من ورا يعني يعني عالشاشة يعني طبعا وقصده ما تبصش على التلفزيون انت كده كده بتفرجش انا مستعد دراهن ان الراجل ده ما بيتفرجش على المطشاط هو طالع يقول هذه الكلمات بالاتفاق مع الناس اللي حواليه علشان تتشاف ويتشاف وده يطلع يرد وده يطلع يعمل وده لانه من غير النادي القالي ما فيش تلاتة حيعرفه يعني حيبصولك لقى طيب تشوف بقية المواضيع اللي بيتكلم فيها مش هتلاقي الفيديو معادي الميت فيوز بعدين من ساعة ما طلع يحلل في التلفزيون ما فيش مرة واحدة مرة واحدة ما تجيبش سيرة الاهلي وعلى طول الاهلي وعلى طول الاهلي وحش وعلى طول الاهلي مفلس فنيا على طول الاهلي ده ما فيش اي ميزة بالنسبة لك فيش اي حاجة حلوة طب في وسط الكلام قول حاجة حلوة يمكن برضو الناس تقول ايه خليك زاكي انا الحقيقة تخيل ان انا وصلت لدرجة ان انا بقولك تعمل ايه لانه عندما يكون الامر فني انا ما هكلمش كل واحد له وجهة نظر وانت حر قول اللي انت عايزه مش حادر اتكلم لكن انت معذور لانه من غير حبة الكذب والعبث والعبث اللي بتقولهم هتقعد ما حدش هيتفرج وحتقعد في البيت كمان وما حدش هيجيبك ومش هيبقى ليك دور ده الموضوع التاني قالك مفلس فنيا طيب الهبيد التالت احنا كده الهبيد الاول اشتلكوا عليه الهبيد التاني الهبيد التالت كلام مضحك الاهل يفاوض محمد صبحي حارس الزمالك حضرتك كذاب حضرتك بتجدب والدليل ان انا عندي افضل ثلاث حراس في مصر حرفيا محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي ما هتشك مش انا اللي هتكلم عنه ولا حضراتكم كلنا عارفين محمد الشناوي مصطفى شبير وما فعلوا خلال الفترة الاخيرة وحارس منتخب مصر ثم حمزة علاء حارس منتخبنا الاولمبي ومصطفى مخلوف غير الزنفلي فحضرتك ساب كل دول والنادي الاهلي ساب كل دول وراح يتفاوض مع محمد صبحي حضرتك بتجدب بتقول محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك لعيب كواس جدا وهائل وحارس مرمى جايد وكل حاجة ولكن لم يحدث هذا الامر الحمد لله عندنا نجم بقيمة محمد الشناوي الحمد لله عندنا نجم بقيمة مصطفى شبير ومستقبله خلال مستقبل حراسة مصر والنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية نفس الكلام حمزة علاء ومصطفى مخلوف وبعدهم الزنفلي فانا عندي استقرار في هذا المركز فما فيش اي سبب يخليني انا هنا بتكلم بالمنطق بقى فيش اي سبب يخليني اروح ادور على حارس مرمى اصلا يعني ما عنديش سبب يخليني اطلع اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي بيتفاوض مع محمد صبحي ده مش حقيقي هذا الكلام غير حقيقي يعني يعني وبعدين انا لو مشيت معاجب في العبث ده خلاص ما فيش غير الكابتن محمد صبحي يعني اوفر اوفر يا جماعة الهبد ده اوفر والله زي ما قلت لحضراتكم ابشاء زعلان عشان امام عشور شائر انا بجيب هقول لحضراتكم اهو الحمد لله والشكر لله ممكن يكون الهدفين اللي جابوهم الاتنين في مرمى في نهاية كاس مصر امام الزمالك عاملين شغل او عاملين وجع دماغ للناس سوقفش زي ما قلت لحضراتكم انا لا انكر انه ما فيش نادي في العالم انا لا انكر انه يوجد لا يوجد او لا توجد مشاكل في اي نادي في العالم في اي نادي في العالم ولكن زي ما بقول لحضراتكم كلعيب كورة بقول لك لعيب الكورة اللي يبقى قاعد بره ومبسوط وفرحان انا مش عايزه لعيب الكورة اللي مايلعبش ويبقى عادي كده الموضوع بالنسبة له عادي انا مش عايزه مش انا انا وجمهور الاهلي بالمناسبة لانه انا تعلمت الكلام اللي انا بقوله ده من اين من جمهور الاهلي من جمهور الاهلي مش من حد تاني جمهور الاهلي اللي علمنا مثل هذه الامور انه الكورة شغف حب روح روح الفانيلا الحامرة اللي ان شاء الله هنشوفها يوم السابت ونقفل الاثناشر يا رب يا رب ربنا يكرمنا يوم السابت امام بلدية المحلة ونقفل الاثناشر نقطة دول ونبتدي بقى نشحذ الهمم مرة اخرى للمباراة يوم 18 ويوم 25 عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونواصل التربع على عرش القرى الافريقية ان شاء الله ربنا لو كرمنا نصل للقب الاثناشر وبالتالي كلنا في ظهر ندينا كلنا حنفضل في ظهر ندينا كلنا حنساند ندينا يوم السابت زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة مباراة صعبة البلدية عنده مدير فني جيد عنده مجموعة جيدة من اللاعبين كابتن احمد عبدالرقوف مدير فني نادي البلدية مدير فني جيد وعنده طموح وعنده الشغف اللي بالمناسبة نفسه يكسب النادي الاهلي نفسه يكسب النادي الاهلي وهو حقه المشروع للكابتن احمد رقوف فعشان كده انا بقول لحضراتكم مباراة صعبة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعدي هذه المباراة بثلاثة نقاط نقفل الاثناشر نقطة دول بقى ونبتدي نجحة للهمة من شاء الله للمباراة القادمة اللي احنا كلنا ان شاء الله حنبقى في ظهر فريقنا ومسندة فريقنا الدائمة وهو المطلوب